هناك ما يسمى النظرية النسبية مالة أنشتاين هذه النظرية النسبية الآن طبعا بدأت بعض الدوائر الأكاديمية المتقدمة تشكل عليها تضع عليها تصحيحات وتناقشها تقول هي في تمامها غير سليمة مئة بالمئة على ما ببالي واحد من الذين الآن يناقشونها هو هذا المقعد البريطاني هوبكينز مو اسمه؟ هوبكينز هذا المقعد اللي فيزيائي يعني عبقري في هذا الجانب فهو عنده إشكالات على هذه النظرية أي أن كان نحن علينا أن نفهم مسألة جدا مهمة هذا انطلاقا من واقع قراءة النص الديني أن هناك نسبية للزمان ونسبية للمكان هذا لازم يتوضح حسنا نقترب بهذا من النظرية النسبية مالة أنشتاين نبتعد هذا موضوع آخر فيه توفيقات وفيه كلام طويل لكن الثابت المحقق أن هناك صدقا وحقا نسبية للزمان ونسبية للمكان بحيث أنه يمكن أن يكون امرئ في لحظة واحدة من الزمن في بعد مكاني معين وفي نفس اللحظة هو مقترب من بعد مكاني آخر كيف لا نستطيع أن نفسر لأن عقلنا محدود جدا محدود أما هذا ثابت ومما يدل عليه هذا الحديث مما يدل عليه يقول لك هو اقترب وصل إلى مستويات في العلو والصعود هائلة إلى أن قرب إلى وين حجوب النور وفي نفس الوقت تدل حتى ظن أنه ماذا كقاب قوسين أو أدنى من الأرض فهو في بعد مكاني عجيب من جهة هو في أقرب نقطة من ملكوت السماوات من جهة أخرى هو في أقرب نقطة من ملكوت الأرض إشلون؟ أينما بينهما من الصعود؟ لا نعرف لا نعرف فهناك إذن نسبية للمكان ونسبية للزمان هناك على ما ببالي في الآثار أنه لما نبينا صلى الله عليه وآله عرج به هذه الأسراء والمعراج ماكوه طلع من مكة من طلع من مكة الباب كان شنو؟ باب بيته يهتز إلى أن رجع لنطبيعة الإنسان بس يفتح الباب يطلع الباب يصير بحالة اهتزاز راح إلى السماوات العلا وجرى ما جرى ثم عاد من جديد والباب بعد يهتز يعني شوف بهل شلون أقول جزء من ثانية يمكن يصير؟ يمكن يطلع جزء من ثانية طيب شلون جرى كل ذلك بهذا الشكل المفصل وشلون استوعبه الوقت؟ ثانية من الدنيا ثانية من ملكوت الأرض تعادل عند الله في الملكوت الآخر في ملكوت الآخرة سنوات لعله ممكن والعكس بالعكس يوم واحد من عند الله عز وجل ممكن يصير ألف سنة مما نعده نحن خمسين ألف سنة مما يكون عندنا نحن هذه اللي إحنا شنو نسميها نسبية الزمان ونسبية المكان ممكن لش أقول لأن زمننا يختلف عن زمنهم إذا في الكون الحالي اللي المحسوس الآن الكون الحالي بناء على نظرية أنشتاين الأزمان مختلفة يعني زمننا نحن الآن الآن إحنا في عندنا حاضر هو في بعد آخر من الكون هو ماضي في بعد ثالث من الكون هو مستقبل وهكذا إحنا الآن دي نشوف خريطة السماء نشوف أكون نجوم نشوف الثرية ونشوف العقرب ونشوف الثور ونشوف كذا نشوف هذه النجوم اللي موجودة هذه من يقول هذه مكانها هذه الآن هذه في كثير منها نجوم انطفأت وراحت خلاص تحولت إلى ثقوب سوداء وأصلا انطفأت ليش إلى الآن تشع عندنا ليش تظهر لأنه بعد نسبية الزمان الزمان نسبي هنا هذه إلى أن يصل شعاعها إلينا ياخذ لتريليونات تريليونات السنين السنين الأرضية يعني عرفتوا شلون هم يقول لك أنه الضوء هو اللي ثابت هذا هم ببحث الآن فيه بحث هو هذا لأنه ثبت الآن أنه حتى الضوء يرتد هذه الثقب الأسود من شدة قوتها وشدة جاذبية الثقب الأسود حتى الضوء جذبه الضوء اللي يطلع اللي يطلع يرجع يرتد ينجذب من جديد فماكو شيء يوصل فأكو بحوث في هذا الجانب بحوث فيزيائية عميقة فإذا كان في دنيانا هذه الزمن يتوقف والزمن يكون مرنا ونسبيا فكيف بالنسبة إلى غير دنيانا خارج حدود هذا الكون لأنه هذا الكون الآن اللي إحنا عندنا هذا كله هذا كله هم في حدود الدنيا على الأصح هذا كله عبارة عن سماء الدنيا إلى الآن إلى الآن أكو السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى سبع سماوات وفوق السبع سماوات أكو عوالم أخرى عالم الجنة عالم النار عالم حجوب النور سدرة المنتهى سدرة المنتهى يعني آخر شيء بعد واحد يقدر يوصل له هي في الروايات هم موجودة أنه سدرة المنتهى تجاوزها النبي صلى الله عليه وآله فصاحت مضمون الروايات فقالت مجتازني مخلوق قبلك ما حد قدر يجتازني أنا أنا سدرة المنتهى أنت الوحيد اللي تقدر تجتازها المناطق المحرمة هذا من كرامة النبي صلى الله عليه وآله على الله عز وجل وصل إلى تلك المقامات العالية